السلام عليكم مش خباركم تمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن احوالي يا ربي مرحبا بكم كالعادة في قناتي وقناتكم كريمة كاتيا للمواضع المختلفة خلي واحد لايك واللي ما زال ما مشتاركش هادي الفرصة يشترك في القناة باش يبقي وصلوا اي جديد دي القناة كريمة كاتيا للمواضع المختلفة بزاف دي التهاني والتبركات وصلات العائلة الهاشمية وبالاخص الامير الحسين والزوجة ديالو رجوة آل سيف بمناسبة زواجهم فمثلا احلام شمسي نشرت واحد البوست اللي اكتبات فيه الف مبروك جلالة المالك عبدالله الثاني بن حسين وجلالة المالكة رانيال عبدالله على زفا سمو ولي العهد الامير حسين بن عبدالله الثاني وعروسي السيدة رجوة بنت خالد آل سيف حافظكم الله واسعدكم مع تمنياتي لهم بدوام الحب والسعادة والفنان حسين جزميحت هو بدوره هنأ العائلة الهاشمية بحيث تكتب زيفاف مبارك ابهج قلوبنا وفرحنا بالحسين ورجوة ويسعدني ان اتقدم لجلالة المالك عبدالله الثاني بن الحسين حافظه الله وجلالة المالكة رانيال عبدالله بصادق التهاني والتبركات وللعروسين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وعروسي الكريمة صاحبة سمو الملكي الأميرة رجوة الحسين متمنيا ان يبقي الأردن بأفراحه واحد أمن واستقرار على الدوام شاكرا دعواتكم الكريمة الفنانة اليسا احتى هي اكتبات فرح عاري مساعدة من المحيط للخليج بن مناسبة السعيدة وفرح الأمير الحسين وعروسة رجوة ألف مبروك للعروسين ولي المالك عبدالله والمالكة رانيال ولكل الشاب الأردني الحبيب نيكل صاحبة احتى هي بدورها اكتبات ألف مبروك لسمو الأمير حسين ولي عهد الأردن ونجل مالك عبدالله والمالكة رانيال ومبروك للعروسة الجميلة رجوة السيف ومبروك للمملكة الأردنية هالفرحة الحلوة يلي عم بتعيشها هي وشعبها اللي بحبوه من قلبي فنانة اللبنانية نجوة كارم احتى هي اكتبات بدورها مبروك للمملكة الهاشمية الأردنية بزواج ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني فلتستغنان مملكة بأميرها مع دوام الفرح في هذه المملكة الحبيبة بارك الله أمة تعتز بتراتها وعاداتها وتقاليدها فنانة المصرية شيريهان الغنية عن التعريف واللي كانت معروفة في الفوازير ديالرمضان اللي كانت تقدم استعراضات رائعة اكتبات مبارك حفيد الملك الراحل العظيم الحسين بن طلال مبارك لجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك راني العبدالله استفاف عريس الأردن وفرحة الوطن صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العاد وألف مبروك للعائلة الملكي الهاشمية وعروسته الفاضلة الأهنسة رجوة السيف والتي أصبحت صاحبة السمو الملكي رجوة الحسين اشتركوا في القناة